هو الراجل على صدارة الدوري العام هو الراجل عنده من النقاط 31 لم يتعادل إلا مباراة واحدة فاسف عشر مباريات دي بداية غير بداية السنة اللي فاتت إطلاقا لم يخسر ما شاء الله هو أعلى هجوم في الدوري مسجل 31 هدف هو أصبح أقوى دفاع في الدوري النهاردة 8 أهداف لأنه بيراميز بعدما دخل مرماه في 3 أهداف النهاردة بقى 11 هدف وإزا مالك 14 هدف عنده أرقام حد شقدر ينكرها عنده أرقام في كاس إفراخي عنده أرقام في السوبر الإفراخي عنده أرقام في كاس العالم الأندية عنده أرقام في الدوري العام المصر السناء دي واخت بطولة كاس مصر وأنا قلت البطولة الوحيدة اللي تلوم عليها موسيماني هي الدوري السناء اللي فاتت حتى السوبر ملمتوش يعني دربات جزاء ووارد يعني أنها بتحصل وبتحصل في أحسن الفرق يعني فالبطولة الوحيدة اللي يلام عليها هي بطولة الدورة العام السنة فاتت لكنه لما تبص للمجمل ما بين الكفة هنا وكفة هنا لا كفة موسماني الطب بشدة وبقوة شديدة جدا بإجمال بطولات وإنجازات وانتصارات على الزمالك وانتصارات على بيراميز وانتصارات على فرق كبيرة جدا جدا ده بكل تأكيد لكن يظل الخلاف الفني الفني الناس بس ما تفسروش غلط في النقطة اللي أنا بقول للحضراتك وعليها يعني أنا شاف إن 8 يام أجازة كتير ولما بترجع كمان نبتعملش حمل تمرين عالي فإحساسي إنه اللعيبة اللي يقين مع نهاية المبرمج جيدة ده إحساسي وقد يكون إحساس خاطئ عمل حاجة حلوة أول نهار ده الروتيشن إنه مقعد أفشا وإنه مقعد محمد شريف وإنه مقعد السلية وإنه مقعد علي معلول ورجع في الآخر حافظ على النقاط رح مرجع حمدي فتحي وراء في الدفاع يمكن مركز أحمد عبدالقادر النهاردة متغير ما خلوش بالرؤية الفنية اللي إحنا كنا شايفينها أو اللي إحنا كنا عارفينها عنه لكن في كل الأحوال فوز هام جدا للنادي الأهلي ثلاث نقاط مهمة عنده يعيني بعد بكرة يعني بعد ثلاث يام عنده مبرامة عن نادي المصري مسافر لبرج العرب اسكندرية يلعب وبعدين معرفش هيكون عنده بعدها استرين كامباني ولا الدنيا هتوقف ولا هيلعب ماتش الرجال الأولاني يعني ضغط في ضغط في ضغط في ضغط في ضغط زيادة وكتير فيش اتنين يختلفوا على ده بس ده النادي الأهلي وده قدروا عشان كده عنده التشكيل ده أو زي ما بيقوله دلوقتي بالجديد بقى الاسكوات ده ده موجود لكنه في النهاية مبروك للنادي الأهلي حقق ما أراد يعني كان موسيماني منصفا لما يلحقنا اللي أردنا صعدنا في البطولة الأفريقية كنت أتمنى والجماعة كانت أتمنى أن الأهلي يصعد أول بس مع الأهلي ما بتفرقش يعني الفرق التانية اللي تخاف ها جات قدام الرجاء لكن لو جات قدام الترجي لو جات قدام الوداد كانوا هيبقوا في حالة رعب أو نقول على الأقل في حالة احترام لأن ده حصل السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها نطلع علينا سنبا الأول بس خدنا البطولة في النهاية عن جدارة كسبانين نهاية كازر شيفز ثلاثة السنة اللي قبلها كسبانين الأهلي كسبانين زي مالك اتنين واحد فيعني عمل كل حاجة صح يعني يعني ستة النهاردة كان بلعب للتحاد أهم بارح بقى تسعة بيلعب آآ المصري اتناشر بيلعب السنون كامباني سبعتاشر بيلعب الرجاء وعنده ماتش في النص مع ام بي وبعدين عنده اتنين وعشرين آآ ماتش ام بي صعب 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 ده الرجاء كمان خمستاشر أو ستاشر يعني ده اتنين وعشرين عودة يعني خمستاشر أو ستاشر وهتلعب يوم اتناشر وبعدين تلعب آآ مباراة مباراة نهائية آآ إفريقيا مباراة نهائية ايوه نهائية الرجاء نهائي لانه لو خسرت في الماتشين تخرج وبعدين تلعب يوم 12 وبعدين تلعب يوم 15 او 16 وبعدين تلعب 18 يعني لو لعبت 16 مثلا مع الرجاء تلعب MB 18 وبعدين تلعب 22 مع الرجاء هناك يعني اتصور 18 ده خلاص بتاع MB تأجل يعني انا على فكرة لو اطالب بتأجيل مباراة ولا شيء على الاطلاق لكن بقول بس الدنيا تتضبط يعني بشكل واضح يعني ده اسمه ارهاق وده اسمه اجهاد وده اسمه ضغط وده اسمه حرام بمنتهى الامانة هتش بعمل كده لانه لما هتقول لي اوروبا اوروبا الدنيا هناك فرق كعب يا حبيبي يعني بتراه بتيجي كده ده انت ممكن تركب اوتوبيس يعني يا طيارة بتاخد لك ساعة ونص ساعتين ماكسموم يعني بتكلم من لندن على اسبانيا على ايطاليا على فرنسا على هولندا كله كده ساعتين ساعتين ونص احنا في طيران احنا السنغال منتخبنا الله يكون في قونه راح سبع ساعت في طيارة خاصة يعني اماما النادي الاهل نقول له مبروك فوز مهم جدا